كيف تبعت أنباء إسقاط مسيارتين فوق طابة ونوابع بشبه جزيرة سيناء أول من أمس الخمس؟ طبعاً نزعكت، طبعاً، إنما سمعت البيانات بتاعتنا فيها خطأ واحتزار وإنما فيها رسالة، رسالة مش لنا، رسالة لكل إنه ممكن المسائل دي تبقى تخرج على الانضباط تخرج على السيطرة ويبدأ الخطأ يصبح عشر أخطاء وعشرين خطأ وثلاثين خطأ وبدلاً يبقى في الصحراء يبقى في أماكن آهلة بالسكان ممكن واضح وكما يحصل هنا ممكن يحصل جوه إسرائيل زي ما يحصل على حدود مصر يحصل فيه حدود ما داخل حدود ما يحصل داخل حدود إسرائيل وهكذا والأمور تبقى تذهب في هذا البعد يعني كثيرون يحذرون من إمكانية إشعال حرب إقليمية ويدللون على ذلك بأكثر من حادث يعني حدث في الأيام الأخيرة ضرب مصالح أمريكية في المنطقة، في العراق، في شمال سوريا هل يمكن أن نشهد سيناريو كهذا لا قدر الله؟ ممكن، ممكن، نرجو أن يتبقى زي ما قلت لا قدر الله إنها ممكن جدا، ويتوقف على هنا بقى هنا تيجي كلمة الصفقة ممكن يكون فيه صفقات بالشرط على حساب الفلسطينيين صفقات أخرى تتعلق بعلاقات ما، تتعلق بوجود ما تتعلق بتسلح ما، حاجات من هذا النوع يعني وده أولا أستبعد ذلك أما صفقة مع الفلسطينيين أو صفقة مع العرب لا أعتقد أنه ده ممكن يحصل تتعلق بالتتعلق بالكلام تتعلق بالترجمة ناريخ اشتركوا في القناة